جوّستي للمرة الأولى بالسن المبكرة، أديّ كنت رابعة؟ كان تقريباً ١٨ سنة ١٨ سنة بجنوب أفريا، أنجبتي كريم وعلي ومن بعدها انفصلت عن جوزك، على عمر؟ يعني على عمر ٢٨٧ يعني ٩٩ سنين جوّستي أول زواج ١٩ سنين، ورجعت جوّستي مرة تانية، أكيد كلنا منعرفنا الإعلامي زاهي ويه بسنة ٢٠٠ ورزقتي منه بكنز ودالي صح أول شي، كفيرس تندمي على الزواج المبكرة؟ أكيد، ما كان خياري أساساً، كان خيار الأهل أنت زوجتي عن عمر مبكرة؟ زوجت ليس بالضرب والغصب، لكن زوجت تحت ظروف معينة نحن من جنوب لبنان، هشام تعرف حرب إجتياح إسرائيلة، محاصرين ما قادر أنزل على بيروت، أدرس بالجامعة كيف أدرس بالجامعة بصيدة وأنا دخلت بكير على الجامعة أكيد، فكانت ظروف، أعلم؟ أعلم؟ تلميزت أعلم؟ لا، تلميزت جيستيون، إدارة أعمال من الجامعة اليسوعية مثل؟ أه، والله، أنا جيستيون من الجامعة وبعدين عملت أعلم نفس بعد الزواج وكان عندي ولدان أكيد، فكانت الظروف كثير صعبة، كان بوقتها يعني يقال أن بنات الجنوب يتزوجوا مع أفريقيا يعني يأتي العريس، يفت على البنات، مثل أنه يخلصها من جحيم الحرب؟ من جحيم الحرب والوضع الصعب وكل شيء فتزوجت، أي؟ يعني زوجت إذا أريدك الرابعة بالمجتمع اللي عم تحكي عنه أنه تزوجتي فيه على عمر 18 لليوم بعد في زوج مبكرة، عارفة؟ طبعاً، طبعاً، طبعاً ترحى كثير بفوق 18 وكثير بيشل قصة بيجيني حالات 15 و 16 بيجيني بنت بعدها عم تلعب على المرجوحة ومزوجة في بنت طلعت معي ضيفة عندها مرجوحة بالبيت هل دي حسيت فيها بقلبة رابعة؟ هل دي طلعت فيها؟ ليس لهذه الدرجة، ليس لهذه الدرجة، لأ يعني تعطفت معا؟ كان دخلت على الجامعة تعطفت معا؟ أكيد تعطفت معا، ليس من وجهة نظر إنسانية من وجهة نظر رخصية أكيد لأنه أنت عشت زوجة المبكرة أكيد كنز اليوم قديم عمره؟ كنز عمره 14 سنة 14 سنة إذا قلت لك على عمره ما بدأ تجوز؟ هلأ كنز بهذا العمر كثير واعية يعني أنا بستشيرة بأمور فضل لا فضل، إلا لا ماما عيشة، اختبرش، تغلي يعني بس إذا اختارت آخر شي هي قطعت 18 مرة وقف بوجه بس بنصحها إنه لا اليوم رابعة عم نحكي عن زواج أولادك رابعة الحمى كيف بدأ تكون؟ محست حالي حمى، خطب ابني خطب فقلت له أن أنا راحي على الخطبة كأني معزومة وبتعاطى معهم كريم، مين خطب؟ كريم وعلي خطب والسن الماضي خطب كديش عمرهم كريم علي؟ 29 كريم هلأ لأنه عيده وعلي 26 29 و 26 يعني خطبة على طريق الزواج أكيد إيه طبعاً إن شاء الله سنة سنتان يعني مقسمون سنة سنتان إن شاء الله كلهم سنتان فإذا رابعة الحمى قلت إلي؟ مخصني يعني رفقاتي أنا أصلاً أولادة رفقاتي وأنا بخليون بحس أنه أنا بدي أتغنج منه لأنه ما كتير عشت هايدي وكنينة يعني هني تمام رفقاتي ما بحس أبداً شفتوا هذه المرة معك بالكفة لو ما أنا بعرفك ما بقول ابنك بيّن رفيقك يعني كانوا كنينة معي وكانوا كنينة مزووط أثنين فهني أصحابي لكن رابعة الحمى بيخذنا نسألك سؤال رابعة التاتة كيف بدأ تكون؟ لأنه إذا قلنا بدأت جاوزي بعد سنتين يعني أنت بصير تاتة يعني أنت رابعة عربت تتصيري تاتة شو؟ شو رابعة؟ أبداً هشام ما عندي هيدا المشكة قالوا ما هيك إنه أنا تاتة لا إيه في أحلم منها تكون تاتة مخدومة لزيزة بعدها بتروح تعمل رياضة ويوغا وبتمشي وتطلع وتنزل وبتنط وما بتهدى وتشتغل تقريباً 24 على 24 إنه حلو متصالحة مع فكرة العمر رابعة؟ كتير بس ما بعرفين يمكن ما بعرفين تقول لي على الهواقب لعمري؟ 52 52 52 52 طب عن جد ما بتخافي تكبر؟ ليك بخاف من العجز يعني بخاف من المرض من التعب بس أكبر إنه لا لا ما عندي مشكل ولا مرة كان عندي مشكل قول عمري ولا مرة في كتير الشيء ما عنديك مشاكل فيها تقول عمرك وما عنديك مشكل كمان كنت تعترفي لزهي وابي بحبك إله قبل ما هو يعترف ليك صح أنا يعني أنا اللي بادرت شو قلتي له حرفياً؟ هلا ما كانت إله يعني كان فيه صديق كان فيه يعني صديق مشترك وكنا عم نحكي بشغل وقلت له وقتا أنه أنا معجبة بالإعلامة والشاعر زهي وابي وبحب اتعرف عليه آه هيك كان هيدا اللي صار أنا يعني اعتراف الإعجاب كمعجبة آه بس بالحب لا بعدين كافان لخليك بالبيت كافان لخليك بالبيت شفتيه قلتي له خليك بالبيت جاية تمام ما لو قاعد بالبيت وقاعد بالبيت وقاعد بالبيت طبعا ما يشتغل بس إنه هو بقوله دايما أنا إنه يعني خليك بالبيت طبقتها بيتوتة آه بيتوتة بيتوتة عكسة من ننتقل من العائلة للمهنة يلا شو هي كانت شو البرنامج اللي كان نقطة فاصلة بمسيرتك وليش رابعة كانت لازم تكون مزيعة أخبار وما كفت مزيعة أخبار ما حبيت وما حست حال بيشبهني هالشي وما حست حالي قادر أقول شي كاتب وغيره ومثل لأنه بدك تكون عم بتمثل يعني أشي أنت مراك مقتنع فيها خصوصا إنه مقدمات الأخبار بلبنان فيهم رأي وما بحبي عالم السياسة؟ بحب ما عندي مشكل عندي رأي سياسة عندي رأي سياسة وعندي مقدرة باعتقد يعني عندي مقدرة طبعا إذا اشتغلت على حالي أني قدم برنامج سياسي بس أنا هلأ ملعبه هو البرنامج الاجتماعي نقطتين تحول بحياتي هنش هو القصة وفوق 18 هون نقطت هلأ ومع رابعة اللي هو مع رابعة لألنا يعني برنامج عاش قدي 6 سنين عاش كتير استضفت فيه كل نجوم العالم العربي من زياد الرحباني ثميرته فيه يعني سوري أنا أنا استضفت زياده وما بحسديك على استضافتك زياده أنا استضفته كمان بس ثميرته فيه أنت مستضيفي سميرته فيه بعد تقديد ما حد قدر يستضيفه صح يعني أنت من آخر العمالقة يعني كان بعد فيه سميرته فيه فيروز علاقات الحياة الله يطول بعمره صباح يمكن ملحقناها نحنا لا وأنا على فكرة كمان ملحقت من حين بركات كمان ده بنتبعه وأنا كمان بس بس سميرته فيه الله يطول بعمره لا أكيد أكيد ده هو بعدنا مع رابعة كيف هو اللي مش كنت تتحول بعدنا مع رابعة حطني يعني حطني بإطار حطت ضوء علي حطت ضوء على البرنامج البرنامج كنت تتحول بس وقتها سألتك عنه تتحول ده الطاية تتغري لهلأ لفوق 18 لأنه بعدنا مع رابعة كنت عم أقدم برنامج ناعم راقي يشوفوا المشاهدين يقولوا هالموزيعة اللي بسه حلو الحلوة والمسيح ما طلعت شخصيته وصل لك البيت والناس كتير بتحبه والناس بعدها لليوم بتقولي بعدنا مع رابعة ولكن أنا كرابعة كشخصيتي الإعلامية والإنسانية ما بيّنت ببرنامج هذيك اللي يقولوا هم نحضر رابعة هون بيقولوا هم نحضر فوق 18 كمان بس هيدا ما بيزعجي هني كنقولوا هم نحضر رابعة ما كنا نعفش بالبرنامج أنا بقول كنا نحضر رابعة بعدنا مع رابعة كنا نحضر رابعة بس هل أقولوا هيتا أنا أحضر فوق 18 يعني أنت هوني كنت أقوى من البرنامج كنت أنت وجودك هو البرنامج هوني لا فيه برنامج وجود النجوم والمرحلة هشام كانت مختلفة رخاء ما في أزمة ما كان في شي كانت الناس تقعد هالعيلي كانت تنقص على أنه مين بيعمل أحلى حلقة فنية بالزبط والعيلة تقعد وتحط يمكن هالعشا وتشبس ويعدوا يحضروا ينبسطوا يغنوا يرسوا يدبكوا كدبكوا معنا يعني أنت كنت تستضيفي مثلا ملحم زين وهذه ثلاثة فنانية مع بعضهم صح 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 مستضيفي زماني غلطان آدم ونصيف آدم وحدا هذيك مرة آدم وزياد برجي مع بعضهم صح يعني كنت تستضيفي كذا فنان رح مرياض ومسلا نصيف زيتون لك هلأ يعني الحياة تغيرت كلها بس لا فوق 18 بعدهم بقولوا خليكي تتعرض لأول مرة بحياتك لهجمات وانتي أداة لليوم لليوم يعني انت بالعكس انت هونيك سيف زون هوني شو جايبك على الوحل ما بحب بالسيف زون وما بحب كون بالكمفورت زون وما بحب كون مرتاحة دايما هشام بتعرف نحنا للأسف الـ 2023 بس رجعنا كتير لورا نحنا هلأ 1823 ايه بس التخلف زاد الجهل زاد التشدد الديني زاد العنف وعدم تقبل الآخر عمجيت انت بعز هيدا العز هيدا قعدت بالوحل؟ أبدا عملت ضربتي ما قعد بالوحل بالعكس انا شايفك انا انتبه تعافي شغلية انت عكسي مسكت حجرة كبيتة بالمياه الراكدة بالمياه الراكدة بالمياه الراكدة لا تفتح لنقدر نتصالح مع حالنا وما بقى نتخبّى تحت الطاولة ونقول الأشياء مثل ما هي لأنه عن جد يعني نحنا بأي زمن بالـ 2023 انت عندك وليد حيكبروا بعد شوية ما حيعيشوا حياة طبيعية؟